استقبل الرئيس مسعود بارزانيا السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسو ريتشارسون حيث تمت مناقشة اخر مستجدات العملية السياسية في قليم كردستان بارزانيا كده ان مصالح الشعب الكردستاني فوق كل المصالح الاخرى وان الانتخابات يجب ان تجرى في كردستان ولن نقبل اي اعذار اخرى لتأجيلها وشكلت المصالحة الكردية والعراقيل التي تواجه العلاقات بين حكومتين القليم والاتحادية محورا اساسيا في هذا الاجتماع اضافة الى تنظيم وتجديد واصلاح قوات البيشمرق الكردستانية ويذكر ان واشنطن ولندن قد اعلنتا دعمهما الكبير للمصالحات بين البارتي وليكتي وبما يخدم الاستقرار والتنمية والشراكة في قليم كردستان والعراق بشكل عام